ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد بقى النهاردة حاجة كده روعة بسكوت بالشوكلت ايه عايز اقول لكم عارفين انتو البسكوت بتاع زمان اللي هو بمبو دوت زي واحلى كمان هنشوف بقى تعمل ازاي وهنشوف الخطوات واحدة واحدة مع بعض بكل سهولة بس اللي اول مرة يشوف القناة يريد بقى يعمل سبس كريب ويفعل جرس التنبيه وما ينسانيش في اللايك بصوا شكله وهم والطعم تحفى هنشوف بقى اعملنا ايه مع بعض وبصوا بقى انا كده بره لكم جميل جدا ومسك نفسه ازاي حكاية يلا بينا اول حاجة كده هنقول بسم الله انا معي الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الخام اللي هي بالحليب انا كده بقى بشرط كمية ومعي طبعا البسكوت اللي هو بسكوت الشاي السادة والشوكولاتة ها في الطبق زي ما انتم شايفين كده اه عايز اقول لكم الشوكولات ده بيت بها عند اي محل حلواني انا جايبان من محل حلواني في العطبة اسمه تاكي اه بصوا العنوان بتاعه وارقام تلفوناته علشان اللي حابب يتسل ارقام تلفوناتها هاي زي ما انتم شايفين كده اخدوها سكرين العنوان ما توهش خالص اهو يعني دي الشوكولاتة بالحليب مش درك اللي هي الغمقه لا دي الفتحة اللي هي بالحليب اه هاخد بقى كده الطبق ده هدخله في الميكرويف يسيح ونشوف بقى هنعمل ايه تاني اعدا انا هو باوريكم هو ده البسكوت بتاع الشاي السادة العادي ومعايا بقى تاني مش غالية خالص اهي بقى الشوكولاتة كده خلاص تحت معايا فين عشاء الشوكولات يا جماعة بجد توح فخلاص كده نشوف بقى هنعمل ايه تاني احط كده بس معلقة شوكولات تاني وهقلمها عشان احنا بصراحة بنحب بالشوكولات جدا بس انا يا جماعة عاملة ضايت فما فيش مال ان انا هاخد حكتة برضك يعني كده خلاص هقلب بقى كويس كده عشان تستح معايا ولازم نخلي بنا احنا بنسياحها في الميكرويف ما نتشغلش قوي يعني ممكن كده قلي من دقيقة خمسة واربعين مثلا خمسة واربعين ثانية مثلا عشان متحرقاش مننا اني ما عندوش ميكرويفي عادي يعملها على بخار مية حمام مية زي ما بيقولوا تمام كده دي البسكوت خلاص انا فضيته بالشكل ده ونشوف بقى هنعمل ايه تاني اهم معايا بقى شوكولاتة خدت كده ايه آآ شوية في طبق علشان احطهم في على البسكوت بس انا بقى الشوكولات اللي هيوة في العلبة اللي انا بقول لكم عليها دي انا ما سيحتاش انا عايزها زي ما هي كده علشان تمسك في البسكوت اهو بالشكل ده بصوا عايزة بقى اقول لكم حاجة بالنسبة لعلبة الشوكولات دي ايه والنوتيلا آآ دي بقى ممكن تجيبها للاولاديك وتحطيها على توست تحطيها على اي حاجة تفردها لهم في ساندوتشات هيكلوها طعمها طحفة جدا اهو بصوا بقى انا ايه هلزق واحدة وراء التانية كده اهو بس لازم اخليهم وراء بعد بالزبط انا طبعا انا بحط في الوش وفي الضهر شوكولات اهو زي ما انتو شايفين كده. طعمها زي البسكوت اللي هو البنبو بتاع زمان. الطعمها طحفة. بصوا. هلزق بقى كله في قلبه بعده كده. واظبطه كده عشان يبقى كله وراء بعده مزبوط. تمام? اهو. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. ايه رأيكم? انا بقى هنقله في سيرفيس تاني عشان ده مش هيكفل بسكوت اللي معايا كله. اهو بالشكل ده. انا كده بقى خلصت. وتعالوا هقولكو هعمل ايه تاني? اهي الشوكولات ده بقى ده شوكولات اللي هو الابيض. برضو كان اجابة منه علبة. على فكرة جماعة ان هو ده ممتاز جدا. برضو في المحل اللي انا ايه? قلتلكو عليه اللي هو تاكل في العطبة ده. بمناسبة محلات الحلويات دي آآ في شارع في العطبة بس انا بصراحة مش فاكرة اسمه ده كله. كله مستلزمات حلويات يعني حاجات الحلواني كلها هتلقوها هنيك. انا طبعا دخلت الشوكولات التاني سيح اهو طلعته. بصوا اهو وخلاص كده ساح. آآ هحط معلقة زيت عشان يديلو لامع كده ويفك معي بسرعة ويبقى سهل في التقليب. اهو بالشكل ده. مش قادرة اوصف لكو حلوته قد ايه? الناس اللي عاملة داية يا جماعة ما تقطرش في الحاجات دي. عمليها للولاد بس انتي ما تركيش منها كتير. اهو هقلت بقى بالشكل ده بصوا عاملة ازاي? تحفة وهم وهم وهم. خلاص كده. وحطيت كده حتة شوكولات ابيض في الميكروفت فوق. هقول لكم هعمل بقى ايه? يلا بقى ننزل بقى على البسكوت زي ما انتم شايفين كده. انا عايزة عشاء الشوكولاتة يقول لي انا احنا موجودين هنا. هيا يا جماعة عشاء الشوكولاتة فين? طحفة. هنزل بقى بالشكل ده. ايه رأيكم? بصوا حاجة كده بقى سيحة كده جاملة جدا. هبتدي بقى ازبط كده. بالراحة خالص. علشان اخليها تنزل كويس على البسكوت. واتغطي البسكوت كله. اهو بالشكل ده. بصوا عاملة ازاي? طبعا الناس اللي هم عشاء الشوكولاتة انا عارفة احساسهم دلوقتي عامل ايه? قمي بقى كده اللي هتشجعي كده وهاتي بسكوت وهاتي شوكولات واعمليه زي ما انا ما عملت كده. هتطلع معاك النتيجة روعة. وطبعا هستنى تعليقاتكم على البسكوت اللي بالشوكولات التحفة ده. عايزة بقى تعليق حلو كده وعايزة كمية لايكات كتير 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 كتير. علشان اللايكات دي بترفعها للفيديو وكله بيشوفه. هزبط بقى كده زي ما انتو شايفين. علشان اخلي الكمية كلها تغطى تغطي البسكوت. اهو بالشكل انتو شايفينه ده. احط بقى كده ايه? شوكولات تاني. بصوا بقى الشوكولات اللي هحطوا ده انا مش هغطي به ولا هقلبه. هقول لكم انا هعمل فيه اي دلوقتي? انا هحط بتاعي يعني تلات معالق كده مش كوبة ورياني. اهو زي ما انتو شايفين كده وزعتوهم. في بقى شوكولات الابيض ده اللي انا بسياحه في الميكرويف. انا بقى هقول لكم هعمل بي اي دلوقتي? طبعا الحتة اللي باينة من البسكوت دي كلها دي هغطيها. اهو بقى بالشكل ده كده. بروحها انا وشغل عشان ما فيش حاجات تبهدل مني. او البسكوت يتقصر او اي حاجة فلازم احنا نخلي بلنا ايه? الحاجات اللي احنا بنعملها. ازبط بقى كده. تمام? اهو بقى بالشكل ده كده ايه? لسه بردك هزبط فيها تاني. اخش شوكولات بقى اللابيض اهو زي ما قلت لكم تلعت وحطت عليها بردك شوية زيت. دي بقى علشان بصوها هحطها كده على الوش. علشان تدي الشكل الرخامي اللي انتو شفتوه في اول الفيديو. حطيت بردك اه نفس المقدر اللي حطيته قابلي كده. بس قال لي شوية. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه? هجيب خلة بقى كده. وهفضل هلف فيها بالطريقة دي. هيدينا الشكل اللي احنا شفناه اللي هو الشكل الرخامي. اهو. رأيكم في الجميل. بجد تحفة. ان شاء الله تجربوها وتقولوا يا رأيكم ايه في التعليقات? هاستنى تعليقكم. يا رأيكم. حلوة جدا. اه? بصوا خلاص خلصت بقى كده معي. وغطيت كل حتة فيها. ما سبتش حتة بينا من البسكوت. وهدخلها التلاجة. انا حطيتها في التلاجة نص ساعة وبعد كده تلعت ده شكلها النهائي بعد ما خلصت. بصوا مسكة نفسها ازاي? حلوة جدا. تعالوا بقى انا قطعها بالسكينة. ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. اهو بالشكل ده كده. طبعا التقطع اللي تريحكم. بس انا قطعتها لكم كده علشان تشوفوا شكلها عامل ازاي من جوه. ايه رأيكم بقى في الشكل التحفة ده? اتمنى من كل حد يشوفوا الفيديو ده يحطي لي لايك وتعليق حلوة على زوقه. وكده يكون الفيديو خلاص خلص معي. واشوفكم في فيديو جديد. واسبكم في رعاية اللي ابقى امنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.